دورة على هم الأخبار الفيديوهات وصور اللي تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي في تبع الجرة تبع الجرة مش نبديو تبع الجرة من ولاية صفيقس فيديو وصور البارحة دول وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اللي نقلوهم نقلوهم بوش ونرفزة كبيرة برشا الفيديو هذية وصور هذوما يوثق القيم بعملية حجز للبساكل للكول كمية كبيرة في كميون كبير متع بلدية حجز البساكل الكل اللي تم استخدامهم من قبل مجموعة من المواطنين بعد شقان الفاتر في ولاية صفيقس لعبات بطبيعة بعد القرار بمتع اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا ممنوع على العربات وممنوع على السيارات والعربات والدراجات النارية ما قالوش البساكل الحقيقة هو بشو مكون هو الحين ما قالوش الدراجات الهوائية دونك هذيك عليش لعبات في بالها البسكليتات البسكليتات نجم تستخدمهم يبدو انو البارح في صفيق السار بتحملة كاملة اللي يرقوه البرا يدور بالبسكلا متاعو تتهز البسكلا ويتم تخطيط الشخص هذيك وتأكيد على انو البسكلا زادة كيف كيف ممنوعة رغم منو كما قلنا القرار كيهبط حتى كيهبط مكتوب ما فيهش الدراجات الهوائية دونك المواطن عادي وانا نحقيقها بتعربي نشوف انو استخدم الدراجة الهوائية هي عندها ناس معينين يستخدموها العباد اللي ساعات حب تمشي تعمل الرياضة والدور تبسكلا هكا شوية في بلايس خضرة وبعيدة شوية دونك وثماش عليش بش تصير عملية لان حاجة وإلى حاجة أخرى ساعة ثماء وناس زادة تخدم بعد شقان الفطر ومضطرة بش تمشي لتخدم القاوي محلولين هما المطاعم زادة كيف كيف محلولين محلات التجارية في سوعتين هذوكم من سبعة حتىش للعاشرة محلولين ثم نستخدم دونك تقول لك الطريقة الوحيدة بش نتنقل بيها مدى ما تسميش نقل لا عمومي لا خاص والمسيارات ممنوعة يولي نستخدم للدراجات الهوائية البساكل ما نعرش إذا كان هذي القرار معناها تم اجتهاد خاص على مستوى ولاية سفيقص فقط وإلا القانون هذي بش يتطبق في كل الولايات والناس الكل معناها اليوم اللي يركب على البسكلا ويخرج بها معناها راه كيف كيف هو تجاوز القانون النجم يتم حجز البسكلا وتخطيط المواطن لعدم احترامه للقانون وإلا كيفيش الحق لازم من بيوضحوا الموضوع هذي للعباد باش تكون الحكاية واضحة وبينة للناس لأنه البارح كما قلنا في سفيقص تم برشة نقل وتداول الفيديو هذيه وعباد تغشت لأنه مغلب الناس اللي كانت تستخدم في البسكلا تيت هذو ما يقول لك أنا خذيناها باش ريس فقط نمارسوا بعض الرياضة بعض الرياضة في بلايس بعيدة شوية على التجمعات وعلى غيره واحنا دي جاء بالبسكلا تكون في فضاء مفتوح هو وقاعدين معناها نتنقلوا ولبسين الكمامة وغيره نونك الهنية لازم هم زادها يوضحوا للعباد باش تكون الحكاية باينة للناس الكل رد بالك تمشيش تخدموا بالبسكلا كان عندك بسيكلا شدة ما عنديش طو مثلا كيما الهنية في اللفها شوي نحنا موجودين نتصور إنو العباد ما يقلقش إذا كان باش يخرج بسكالته ويعمل دورة في شوية رعفو بلايس هكا خضرة وبعيدة ونائية شوية ما فيهش داعلي تأثير نو إلا كي يبشي هز البسكلا ويمشي القاوة يمشي القاوة لأكا كي عاد تولي الحكاية أخرى تعاليش المنتاليتي بتاني مش مانطق خبرة معناها طو واحد يخرج يخرج من داره هز بسكلا ويمشي لأخر الدنيا مثلا الحمامات بشي يعمل قاوة يوسع بالو أسوبون لأكا كي عادة ولي تطبق القاوة ولي تشوف البطاقة طريف بالمحل السكنة بعدت على البرش على المحل السكنة تولي لهنا النجم تكون مخالف مشيوا تصور وانا توا قبل في كواليس سألتكم عليها سحرت وقتل شفت لكن مفهمتاش الحكاية الشنية أحمد وصومية قالوا لي ما شفناهمش البارح تقريبا في اللي حل فيسبوك واللكوي متاع أي شخص في تونس وفي العالم الكل العربي والعالم أجمع وحتى تصورة دومة الدولة وبرشة في الجروبيت شفنا برشة صور متاع أرانب شنية حكاية الأرانب هذية واللي شفناهم انهم هكا مشوهين شوية وعينيهم مضرورين شوية مش نحكي لكم على شنية القصة متاع الحكاية الأرانب هذية اللي عملت ضجة كبيرة كما قلنا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الكل بعد ما نشروا أفيش متاع فيلم وثائقي باللغة الإنجليزية اسمه أنقذوا الأرانب الفيلم هذية متى ثلاثة دقائق يتكلم على الحياة والمعاناة متاع الأرانب فيه بالضوط بسبب الاستخدام متاحهم الكبير والخاي برشة والبشع جدا من قبل شركات التجميل في العالم هذو ما يستعملوهم في التجارب العلمية يخليوهم يخضعوا للتجارب اللي توجع برشة هذية يصير لهم ساعات حتى التشوى على المستوى اللي عينيهم والحواس متاحهم والغيره برشة شركات كما قلنا قاعدة تحط في الشعار هذية على المنتج اللي فيها صورة الأرنب هذية وباش ينجمو يعملو حملة تحسيس على أنه ضرورة اليوم متابعة ومعقبة الشركات والمخابر اللي قاعدة تصنع في مواد التجميل في العالم على أنهم يستخدموا الحيوان هذية البري في التجارب امتاحهم الصور وحدها كيتشوف الأرنب كيفاش معناها مشوه والعين متاعه حمرة وغيره يسخفك الحيوان كما قلنا الحملة هذية قاعدين يستخدموا فيها الناس اللي تحب الحيوانات وتحب تضمن حق الحيوانات وحتى الناس العادية لأنه اللي قاعد يصير في الأرنب هذوما عيب برشة برشة ولي قاعد صاير فيهم استغلال للبكمة كما قلنا الحملة هذية والشركات هذوما هما كانت ترجع تشوف وراه أكبر الشركات اللي قاعد تصنع في مواد التجميل معناها من الشركات العملاقة لأصغر الشركات لكلهم المخابر امتاحهم قاعدوا يستخدموا في الأرنب لإجراء التجارب العلمية امتاحهم والمنتوجات هذي هذيك عليش قاعدة صايرة حملة إلى ضرورة مقاطعة شركات التجميل هذوما الضخمة اللي قاعدين يربحوا في أموال كبيرة وكبيرة برشة برشة وقاعدة تدخلهم برشة فلوس في المقابل قاعدين يسيئوا إلى الحيوان بالتجارب اللي قاعدين يقوموا بها على الأرنب الحملة هذية كما قلنا قاعدت تنتشر وانتشرت بريتو برشة برشة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم اللي لكل بعد النشر متاع الفيلم الوثائقي هذية اللي يجسد المعاناة متاع الأرنب والحقيقة الحملة ناجحة وناجحة جدا وصلت إلى كل دول العالم وانا الحقيقة معاه النوع هذية متاع الحملات تنجم تصير وتنجم توصل هدف وتنجم تحكي على حاجة احنا منشوف هاش بعينينا لكن معاناة يعيشها برشة الحيوان في كل مخبر انا لما حالا شفتها متصاور البرح وقلبي وجعني بالحق انا من نحملش في الحيوانات الكل sans exception ما بدون استثناءات معناها كونش فما شوي ما نحملهمش اما من منظرهمش اما انا مع المقاطعة المتاع الماخ كذومة اللي تقلت انت يا عان مش امويل طائلة برك يا فتحية غادي من امويل طائلة قاعدين دخلوا في جرة الماكياجات وقت اللي هما يجموا يعملوا التجارب امتاحهم على حاجات اخرين مش على كائن حي عينيهم ومحمر صخفوني برشا العين حمرة ولا العين معاش تغيير ولا شي ما نشوفوهش احنا منشوفوهش الشاي احنا لصننا المنتوج حاضر نزينو بيه ونفوحو بيه ونزوقو بيه الكل ما نعرفوش انه فيه معاناة وراه وفيه استغلال كبير برشا برشا من المخابر هذي محليها الحملة يسر حلوه ويسر ميزينه ووصلت على خاطر مست الانسانية اللي في اي عبد ما تنجم تشوف حيوان كي ما كيكا متضرر في بدنه ويتم معاملته بطريقة هذيكة وتنجم تقبل العبد الكل دي جال بيرح برتاجات اللي تصاور متاحهم وسندت الحملة هذي وان شاء الله الحملة هذي تاخد صادمة متاحها وما تنجم تكون الا بالمقاطعة باش يتم الضغط على الشركات هذي لانو رسمينها الكل هي الارباح متاحها والفلوس اللي يدخلها دونك بالمقاطعة تنجم تصير وان شاء الله نلقاوه نجوم كبار في العالم يتبنيو الحملة كي من هذي هذي يأثر برشا ونجم يعطي معنى كبير للحملة هذي صاور برشا درتها وتعديت ربما شافت حتى الارنو بيت وتعدية وبرشا انا كثر ما شفتها ما شفتها قدامي في الاكوي اركزت فيها شوي وحبيت نحكي عليها في اخبار تبع الشراء لليوم تبع الشراء انا يقولولي ياسر محموقة كي ما يقولول مصري على الحيوانات تلغال ثم حيوانات معناها هي ضعيفة وما عندها حتى حيلة نجمش تتكلم حتى كيتتوجع ولا كيتعاني دونك العبد هو اللي لازم يفهم وليزم يقدر قيمة الحيوان ذي كروح كيف وكيف البشر رب ان شاء الله يهدي الجميع احنا هكا نكون وصلنا عن نهاية برجة رمضان لليومة مرسي سحرور مرسي تاتي عدوما ان شاء الله مرسي احمد مرسي سوميا مرسي سلام في الصندغ مرسي صفيا في الاخبار نتقبل غضوة بعد شوية موجزة نص نهار بعد استناء وإيمان مدحي وكمل فريق البرنامج في ميديمات في للمانوشاية طيب الناس كل ببايا